اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنامن مع بعض النهاردة وردة 3d بطريقة سهلة وبسيطة نجيب الخيط ونشتغل عقدة البداية بعد كده هنشتغل 6 سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة واروح عند اول سلسلة وهنشتغل فيها غرزة منزلقة كده تكونت معي الدايرة الوقتي هشتغل سلسلة وهامل جوه الدايرة السحرية دي 16 حشو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كفية تل blues اثنين اثنين ستة تلوت ستة كفية كده 16 يبقى عملت الدايرة السحرية واشتغلت جواه 16 غرزة حشو دلوقتي هروح هندأول غرزة حشو هدخل فيها واشتغل فيها غرزة منزلقة هكيب ماقصها قص الفتلة من وراء لاني خدتها اصلا تحت الشغل وانا شغيلة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة هيكونوا معي ارتفاع غرزة العمود بلفة واشتغل عليهم كمان تلاتة سلسلة فراغ واحد اتنين تلاتة هلف الخيط على الابرة هسيب غرزة واروح في الغرزة اللي بعدها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة فراغ واسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعدها وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبافضل ماشي بنفس الطريقة ان انا باشتغل تلاتة سلسلة وبسيب غرزة وبروح في الغرزة اللي بعدها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة بشتغل تلاتة سلسلة وبسيب غرزة وبروح في الغرزة اللي بعدها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبعد كده بشتغل تلاتة سلسلة فراغ وبشتغل في الغرزة اللي بعدها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة ارتفع ثلاثة سلسلة سروح في الغرزة اللي بعدها وأشتغل فيها غرزة عمود بلفه وأشتغل ثلاثة سلسلة وأشتغل فيها غرزت عمود بلفه وأرتفع ثلاثة سلسلات وسأتبقى معي غرزة هعدي سلسلة 2-3 وقفل في مونزلقة في 3 سلسلة يبقى هنعدل الفراغات معنا هيكونوا معنا 8 فراغات من فراغة 3 سلسلة 1-2-3-4-5-6-7-8 هنشتغل السطر اللي بعد كده هنرتفع 3 سلسلة وهروح هنا هنزق غرزة العمود بلفة هنشتغل فيها غرزة حشو هنشتغلنا غرزة حشو هشتغل 2 سلسلة وهلف الشغل هنشتغل في الفراغ اللي انا عملته اللي هو بتاعة 3 سلسلة اللي انا ارتفعتهم ده هشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة كده 1 2 2 3 4 5 6 هنلف الشغل بالشكل ده كده على ضوشه هيكون عندي العمود بلفة ده اللي هو 3 سلسلة همسكه كده وهدخل في العمود نفسه من تحته وهشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة 1 كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 وهروح عند الغرزة اللي انا عملت فيها غرزة حشو اللي هي في الاول بعد ما ارتفعت الثلاثة سلسلة هشتغل فيها غرزة منزلق نكون معي بالشكل ده كده دلوقتي هكرر هشتغل 3 سلسلة 1 2 3 وهروح عند العمود بلفة وعمل فيه غرزة حشو بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهلف الشغل هشتغل في الثلاثة سلسلة اللي هما دولي الفراغ اللي انا كنت بعمله هشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة كده 1 كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 كده 6 بعد كده هلف الشغل على وشه هنشتغل في العمود ده اللي هو هنا ده ده هندخل تحتيه هنشتغل فيه 5 غرزة عمود بلفة من تحته 1 2 3 4 كده 5 وهنجيب الشغل على وشه وهنروح في غرزة الحشو اللي احنا بنشتغلها هنا وهنشتغل فيها غرزة منزلق كده تكونت معي تاني بتلة تكون معي بالشكل ده كده هنرتفع تلاتة سلسلة وبنقرر نفس الخطوات بنروح عند غرزة العمود بلفة بنشتغل فوقيها غرزة حشو وبعد كده بنشتغل تلاتة سلسلة اتنين سلسلة قصدي ونلف الشغل وبنشتغل في فراغ التلاتة سلسلة ده بنشتغل جواه 6 غرزة عمود بلفة 1 2 كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة بعد كده بنلف الشغل على وشه بنروح نشتغل في العمود اللي تحت بنشتغل تحتيه بنعمل تحتيه خمسة غرزة عمود بلفة كده واحد كده اتنين كده ثلاثة كده اربعة كده خمسة بعد كده بنروح عند اول غرزة حشو اللي هي غرزة الحشو اللي احنا عملناها هدي بنشتغل فيها غرزة منزلق وبنفضل ماشيين بنفس الطريقة ان احنا بنكرر احنا كان عندنا تمام فراغات هيكون عندنا تمام بتلات بنفس الطريقة كده اشتغلت معيكو تلاتة هشتغل خمسة كمان بنفس الطريقة وهرجع لك واريكو الشكل النهائي هيكون عامل ازاي وفضلت شغالها بنفس الطريقة هنشتغل اخر بقتل مع بعض هشتغل ثلاثة سلسلة وهروح هنا عند غرزة العمود بلفة هنا وهشتغل فوقيها غرزة حشو وبعد كده هشتغل اتنين سلسلة وهلف الشغل بنفس الطريقة بالزبط هشتغل في الفراغ التالتة سلسلة اللي انا كونته هشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وبعد كده هلف الشغل على وشه هروح هشتغل في العمود ده تحته هشتغل خمسة غرزة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وهروح هنا عند غرزة الحشو وهشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده هرتفع سلسلة وهقص الخيط والخيط الزيادة ده هخالف الشغل من وراء ممكن بابرة التنظيف او بالابرة اللي انا شغل بها عادي مرة مافضل اهدخله تحت الغرز تكون معينا واردة بالشكل ده كده واردة 3D طريقتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت بشكلها شيك لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا في القناة